تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم سقوك الأضاحي للأسبوع الثاني ويتم توزيع الدفعة الثانية من اللحوم في عدد من محافظة الصعيد ومن بينها بني سويف حيث تم حتى الآن تسليم أربعة أطنان ضمن خمسين طن من اللحوم المخصصة للمحافظة نتابع هذا التقرير بذل وعطاء وجود بسخاء من وزارة الأوقاف والهدف ادخال الفرحة إلى قلوب الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع لحوم الأضاحي للمحتاجين بمحافظة بني سويف في صورة جسد التكافل المجتمعي والطراحم في أنصع صوره توزيع اليوم خمسين طن في محافظة بني سويف استهدفنا المرحلة الأولى أربعة طن واليوم أربعة طن ثانية ثم بعد ذلك تتوالى حتى نصل إلى خمسين طن في محافظة بني سويف وكذلك جميع محافظات مصر في صعيد مصر الأولى بالرعاية سيكون لها نصيب خمسين طن في كل محافظة إن شاء الله توزع عبر مراحل في مسافة حوالي ثلاث شهور إن شاء الله من الأسبوع الماضي إلى ثلاث شهور قادمة إن شاء الله نقوم بتوزيع اللحوم بناء على كشوف من مدرية التضامن الاجتماعي ونستهدفوا القرى التي هي أشد فقرا ونوصلوا للأسر في محل إقامتهم وبعزة نفس الحمد لله مشروع لحوم سكوك الأضاحي من الأوقاف يستهدف شريحة كبيرة من الأسر المحتاجة على مستوى محافظات الجمهورية كافة ليبعث برسائل أن القيم لا تزال موجودة والتآذر والتكاتف والنظر إلى المحتاج قيم غير مفقودة شيء طبعا كويس من وزارة الأوقاف إنها تعمل كده بالنسبة للأهالي ده حاجة بالنسبة لهم حاجة كويسة أنهم كل بيت يأخذوا مكان كيلو لحم أو نص كيلو فبيستفيدوا منه أكل يوم أو يومين فربنا يكرم الجميع سكوك الأضاحي أحسن من التوزيع العشوائي اللي احنا نوزع على الناس وبدل إحنا ما بلد زي دي زي القرية بتحتي تدبح فيها مئة عيق هتبع كنت توزع والفقير روحه 30 كيلو وال30 كيلو ممكن تبوص منه لأنه ما عندهوش سلاجة هتبوصها تبوص وبيرميها وانكالها بتعييه يبقى أحنا ما بنقدمش الفقير إنما لما احنا ندفع في البنك سكوك الأضاحي ده حق شرعي العمل المجتمعي والخيري لا يعرف المستحيل فهنا وزارة الأوقاف تمد يد العون وتستهدف الأسر الفقيرة والأيتام لتتجلى القيم الدينية والإنسانية فللخير رواده وحتما يؤتي ثماره بما مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يأتي توزيع لحم مشفوع سكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف للعام الرابع على التوالي في محافظات الجمهورية كافة والهدف العناية بالأسر الأولى بالرعاية والوصول باللحوم لمليون أسرة هذا العام ورسم بسمة على شفاه كل محتاج من محافظة بني سويف وليد هيكل التلفزيون المصري